بعثة الاهلي وصلت للسعودية كان فيه وفد من القنصلية المصرية في جدة ضم كل من المستشار محمد رمضان نائب القنصل العام وسعد جلال والمستشار مصطفى حافظ والمستشار ياسر علواني مساعدي القنصل المصري حرصوا على استقبال بعثة الاهلي لدى وصولها إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي أديكوا شايفين لحظات وصول بعثة الاهلي إلى أرض المنديال أنا أعتقد علاقة الاهلي بكأس العالم للأندية باستمرار علاقة وطيدة جدا بقى أرقامك يا سيلمان سعد له يعني اتحرمته منه المرضى في ملك وكتابه أهو قدامكو يعني كان دايما يقولك أن أنا سبت وروح تروسي أهو سبني وراح السعودية بنتمنى له كل التوفيق إن شاء الله تعالى بعثة الاهلي الفريق حيقد تمرين بكرة إن شاء الله 3 و 4 و 5 ويكون جاهز بإذن الله لمباراة الجمعة 15 ديسمبر مع الفايز من لقاء الغد اللي بين اتحاد جدة وأوكلاند سيتي ترجمة نانسي قنقر